مرحبا برج الجادي اهلا فيكم في قراءة منتصف شهر الى نهايته هذه القراءة بقسمها الى قسمين اول شي نكتبه الجانب العملي اللي يخص الاموال البزنس والمشاريع وبعدين ننتقل الى اسلوب القراءة العاطفية باسلوب المرايا مثل ما تعرفون القراءة دائما تكون حق الطالع الشمسي والقمري واي من الكواكب موجودة عندكم في برج الجادي بس اللي تشوف القراءة لازم اوه اللي يحجد اذا تنطبق عليه ولا لا اول شي نبتدي في الجانب اللي يخص الاموال والمشاريع نشوف تطوراته كبرج الجادي الى الاسبوعين القادمين خمسة السيوف تحت اثنين هم الكارتين من الميجر اركانز من الكارتات الرئيسية في التارو كارت برج القوس كارت برج الحوت احس هنا برج الجادي لازم اكون صريحة معاك في شخص في اسوسياشن عندك على مستوى الحياة او على مستوى البزنس او زمالة العمل اوكي في شخص هنا قاعد يحاول يستنزفك ونجح في استنزافك من فترة طويلة اوكي علاقتك مع تستنزفك ترجعك وراء للاسف احس هنا في دينماكية علاقة دائما في شخص يكون او هو اللي يربح وشخص طان يكون او هو اللي يخسر بفترة طويلة يا برج الجادي احسك انت اللي كنت مكبر راسك تجنب المواجهة تجنب ان تقول كلمة لا اهني اوكي جوابك كان دائما نعم لهذا الشخص ممكن يكون مجموحة اشخاص معاك في العمل اوكي او في محيط تجارتك الخاصة في محيط اهلك وهذا الموضوع يخص الورف فترة طويلة لانه تنبرانس اسلوب ديناماكية انت متعود عليها ولكن مش صحية لك اوكي اوكي للاسف احس ايضا ان هذا الشخص تقدم على حسابك الخاص ماليا ماليا كان يغتلم الفرص وانت كنت مشغول في تحقيق شروطه مطلعا طالبه توقعاته مثلا هاي النوعية من الاشخاص اللي يقول لكم قبل عشرين سنه ثلاثين اربعين سنه اول ما ابتدوا يدخلون البنات على المدارس كان وقت يعني شوي صعب فالكثير من الاهل الابناء العموم والعموم كانوا يخبرون بعضهم البعض ان هذا الشي غلط ان البنت الفتاة تذهب الى المدرسة في شي غلط هذا الشخص قاعد يسويه خارج عن الاعراف والتقاليد ولكن حلال اللي انت قاعد تسويه او اللي بتسويه حلال توقعات المجتمع فاخبروا اهني بعضهم البعض ان احنا نتفق ان ما راح نرسل بناتنا الى المدارس المدارس سيكون بداية فساد الجيل هذي كانت افكارهم وقتها اللي صار ان فعلا في احد الاخوان الاخوة صدق هذا الكلام وما ارسل بناتها للمدارس اللي كان المفروض الروحون اكتشف عقو فترة ان اخوه المقرب اللي قال لهذه النوعية من الكلام كان اول شخص سجل بناتها في المدارس وحرص في ذاك الوقت كان جدا صعب يكملون حتى المرحلة الابتدائية حرص هذا الشخص او هذا الاخل اللي شوي متلاعب عند طاقة التلاعب عند طاقة الحكم على الاخرين عند طاقة حلال علينا حرام عليكم هذا الشخص ايضا نجح في هذاك الزمن انه يوصل بناتها الى المرحلة الجامعية شوفوا كانوا الفتيات يحلمون بان على الاقل يخلصون ابتدائية وصلوا لان جامعة عندك هذا النوع من الطاقة ممكن تلعب فيها على اي وتر وتر البزنس وتر الوظيفة اللي انت فيها في شخص يقول لك لا 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 يا برج الحوت ما يصير تتأخر خمس دقائق عن الدوام ما يصير تتأخر ما يصير تناقش المدير في هذا المشروع ولكن هو يستغل وجهة نظرك يأخذها وينقلها للإدارة والإدارة يقولون عنه هو شاطر مثلا ستة السيوف ما تقدر تغير الماضي ما تقدر تغير الماضي عدم حراكك موافقتك إحنا نقول ساكر عن الحق شيطان أخرص موافقتك وإن كانت بالإيماء في الفترة السابقة هذه كانت تعتبر وتعتبر لحد الآن موافقة قانونية انت كنت موافقة ما تقدر تواجه لا تدخل في طاقة أريد أن أرجع حقي من الماضي خلص من الماضي سكر عليه الأبواب اللي صار صار خلط طلبعاتك هني دائما إلى المستقبل 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 هني تقدر ترسم في طاقة صحيح أنا غلط صحيح أنا قصرته في حق نفسي ولكن الحين لا الحين لا ما راح أتنازل الحين لا ما راح أغلط نفس الغلط مت نازل حتى الحين لا ما راح أسمع نصيحة هذا الشخص اللي يوم من الأيام اكتشفت أنه هو وصل المعالي على حسابي آخر كرت عشرة الأخصام الأشخاص راح يكون صعب في البداية راح تكون في صعوبات استقلالك عن هذه المجموعة من الأشخاص اللي دائما يحكمون عليك يمنعونك أن أنت تعبر عن كل قدراتك تعبر عن قوتك تعبر عن حقيقتك الأخص يقولون لك لا وحرام وعيب وما يصير مثلا هاي نايم الأشخاص يقول لك الزبون ما راح يدفع أكثر من كذا كذا لهذه البضاعة تروح تشوفهم هنا عروضة والبضاعة بأضعاف القيمة اللي نصحوك اللي نصحوك فيها ومشت بضاعتهم أوكي عشرة الأخصام انفصالك عنهم ما راح يكون سهل انت في مرحلة مخاط صعب للأمانة برج الجديد عملياً عملياً هني كأنما في أشخاص قبيلتك اللي في العمل اللي في الدراسة اللي في البزنس المحطين فيك كنت في بيئة سيئة ولكن انت في مرحلة مخال طالع لتلاقي أشخاص أفضل منهم وللأمانة لازم أقول لك هذه النصيحة انت ما تحتاجهم انت كنت تصاحبهم خوفاً من الوحدة خوفاً من الوحدة تمتوافق على طلباتهم خوفاً ان مثلاً اذا كانوا أهلك ما راح يظلون يتقبلونك ما راح تظل المحبب عندهم لأمان برج الجديد يحب ان يخدم الآخرين يكون ذا قيمة لشخص ثاني يسخر نفسه من أجل شخص ثاني يحب هذا الطاقة بس لا تعتقد ان اذا انت رحلت راح يستبدلونك ما في طاقة استبدال ما فيه انت راح يكون صعب عليك الانتقال الى هذه المرحلة بروحك بدون قبيلة بدون قروب الداعمين اللي دائماً يدعمونك سواء في الصح سواء في الغلط ما راح انت راح تلاقي شوية صعوبات ولكن وهم اللي راح يخسرون على المدى الطويل يعني مثلاً هنا نرجع لسياسة البزنس او الاموال شفنا الطاقة شلونا نطبقها الطاقة تقول حد دلوا مثلاً قالوا لك انت عارف انت اللي تعرف حقيقة او المنطق اسمع الى المنطق انت يحكمك كوكب ساتون ساتون هو كوكب المنطق والذكاء والعقل انت اذا تحسن فيه سعر منطقي ان طلبته كدخل لك او طلبته لان انت تاجر وهذا سعر قضاعتك وهذا سعر خدمتك لا تخلي الاخرين في الفترة القادمة ان كانوا زباين ان كانوا منافسين ان كانوا زملاء عمل مين ما كانوا ان كانوا حتى موظفين عندك لا تخليهم يأثرون بسهولة وخلونك تغير رأيك احس هذي لين الاشخاص انت ثابت ايه ولكن هذي لين الاشخاص عندهم نوع منطقة المياه التلاعب ممكن تكون تتعامل مع عقرب حوت سرطان دائما شاطرين يخلونك اتفكر ان هذا الموضوع فكرتك ولكن تنفذ بطريقتهم اوكي فهذا التحذير في الفترة القادمة في الحياة العملية ورح اسحب لك هنا ايضا كرت نشوف النصيحة الاخيرة اوثر الكاتب او الروائي شوفوا الصورة برج الجدي من اللي يوقع يقول لك كتاب مو الماضي انا حذرتك من البداية لا تدخل في طاقة برجع حقي اللي ضاع في الماضي لا الحاضر ولا حتى المستقبل المستقبل اذا فكرت فيه وايد رح تدخل في طاقة تعب ثقل الحاضر تدخل تركيزك في الحاضر هذا اللي قاعد اشوفه لك اكتب وركز في تفاصيل الحاضر اسعارك طريقة تقييمك انت لنفسك اوكي لما تشوف شي تعرف انه رح يحسن حياتك الشخصية وحيات اللي موجودين معاك في العمل اوكي لما تشوف انه مثلا لو ننفض ان هذا الموضوع ورث بالنسبالك الاشخاص اللي قائمين على الورث الاخوان بالعادة ممكن يكونون الذكور قاعدين يضاربون قاعدين يتناحرون والكل قاعد يخسر انت عندك طريقة افضل عشان تحل الامور والكل يستفيد ولكن محتاج انك تعبر الكتابة هي نوع من انواع التعبير مو تتهاوش مو تتجادل ومو تواجه لا تعبر لان احس على الطرف الثاني من الانتقال رح تلاقونك اشخاص قبيلة لما اقول قبيلة فهم رح يكونون اشخاص يتعاملون معاك في هذا المجال كزبائن كزملاء عمل كحتى بعض الورثة رح يأخذون جانبك انت بعد فترة ويشجعونك انت يتفقون معاك انت يقصون ورائك انت تشوف اللي قاعد يكتب يأتيه الهام من الملاك لا تستند على اي رأي غير رأيك في الفترة القادمة ولا اي منطق ولا اي حدث ليش اقول حدث في الفترة القادمة الا حدثك انت عندك هني شخص ممكن يكون برج القوس برج الحوت اي برج ثاني ممكن يكون طالعة في القوس والحوت ما نقدر نعرف كل التفاصيل تبع الابراج مالاتهم ولكن نقدر نتأكد منه ان هذا شخص لانه ذكرت برج الحوت كان يتبع معاك سياسة تشكيكك في نفسك يشكيكك في نفسك يشكيكك في خطواتك القادمة يخليك تخاف وما تاخذ اي خطوة وياخذ الفكرة الجميلة الذهبية اللي انت فكرت فيها ويروح وهو ينفذها احرصنا في الفترة القادمة انت تكون الكاتب انت تكون المنفذ لأفكارك الخاصة هذا اللي ابي اقوله لك والحين ننتقل الى القراءة العاطفية باسلوب المرايا ممكن تكون جدا عكسية هذا الجانب او هذا الجانب عندنا جانبين هذا الجانب اللي تحس ينطبق على وضعك مع الشريك اكثر خلنا نجوم بسم الله اول جانب رح يكون جانب برج الجدي غلافة الاخصان فيه شخص هذا الشخص مشاكس قاعدة احس انه مشاكس ما يلتقي معاك يلتقي مع غيرك صعب معاك سهل مع غيرك غير متوفر معاك متوفر لغيرك ولكن هل لانه هو ظالم او لانه هو مظلوم انت اللي تقدر تجاوب على هاي السؤال رح يكون في نوع من مو التقاء اكتشاف تكتشف ان انت ذهبت الى نفس الدولة اللي اوه كان موجود فيها قبل اسبوع التقاء ذهبت الى نفس المكان بس ما صار التقاء كنتوا موجودين في نفس ال في نفس الاجتماع بس ما صار فيه التقاء في نفس ال بس ما فيه التقاء لحد الان فيه بعد مسافات بينك وبين هذا الشخص كنت اللي بعدها سلتة الاخصان مشغول جدا بوقته هذا الشخص في الاحتفال مع الاخرين البحث عن الصيد القادم دائما يصيد اما انت اما اهوى احس ان اهوى هذا اهوى شريكك صار في وضعية الصياد من شخص لشخص من جائزة لجائزة يعتبر الاشخاص مثل المقبلات مثل الحلاوة مثل الجائزة واحد لا ثاني من ثاني لا ثالث داخل في وضعية عدم الالتزام ولكن ولكن معك طاقفي ولكن ولكن لحد الان معك انت عمقا عميقا عند رغبة في الالتزام وان كاني كابر عندنا شخصي كابر قاعد يشغل نفسه في العلاقات المؤقتة العابرة السريعة عشان ما ينظر الى حقيقة واقعة الا وهو انه يفتقدك يشتاق اليك صار في بينكم خلاف صار في بينكم ابتعات قاعد يعتمد على الالهاء الالهاءات اخر كارت لهذا الطرف كأنما انت ايضا تنتظر رجوعه ترا انت انت انتظر منه خطوة انت اللي تنتظر احسك فرج الجدي هذا الكارت طاحوا الكارتين بس انا باخذ بس واحد منها اوكي في احد عندنا هني يتجسس من اللي كان يتجسس اصبح ما يتجسس اصبح العكس الحين انت اللي تعرف من اللي كان يتجسس عندك هني شخص يتجسس عليك في السوشال ميديا يدخل على رقمك يفكر انه يكتب رسالة وبعدين يتراجع ويمسح كل الرسالة يفتح التليفون ينظر الى رقمك ينظر الى الصورة اللي حطناها انت في الواتساب وبعدين يسكر مرة ثانية اوكي لحد الان لان امله ما انقطع وان كان عايش في طاقة المراهق اللعوب حاليا ولكن ما قطع الامل منك لحد الان عنده امنية انه يرد يرجع فيكم الوقت هني ما قلت لكم عندنا ابتعاد نصير في نفس المكان بس ما نلتكي عنده امل ان يوم الايام تلتقون هذا الطرف خلنا نشوف طاقة الطرف الثاني عندنا هني طاقة الابراج النارية اصد حمل قوس احس اكثر شي قوس اوكي الابراج الهوائية ميزان دلو ممكن يكون جوزاء دلو اكثر شي او ميزان خلنا نشوف الطرف الثاني فارس الارض ان طلعت عندها كرت برج الجوزاء السيفين ولكن معكوس اوكي الكوب الاول من اللي اصبح مستعد ان يتحدث عن مشاعره شوف لما اشوف كوب مدعم بطاقة ارض هني معناته عندنا شخص كان غير مستعد ان يتحدث عن مشاعره او كان يتحدث عن مشاعره عندنا شخص نعم مستوى الحب عنده من البداية كان قوي ولكن ما كان يدعمه بافعال كانت الافعال في صوب والكلام في صوب ما يجتمعون مع بعض اوكي يقول لك يحبك ويقصد فعلا ان يحبك او يعطيك ايحاءات ان يحبك هنا ممكن يكون ايضا ايحاءات تلميحات ولكن افعالة تقول ان يستطيع في اي لحظة ان يتخلى عنك ما كان في اجتماع لا جسديا لا حتى اهوى في طاقة هذا الشخص نفسه شنو اللي راح يصير في الفترة القادمة احس انه راح يكون في اجتماع لان كرت الافتراق طلع معك برج الجدي احس في شخص اول هذا الشخص اول محادثة لك معاه لازم تكون بخصوص اول شي بيتكلم عن المشاعر بيستغرقه هو في طاقة المشاعر طاقة العتاب طاقة الحب مو مشكلة على طول لازم ندخل في طاقة شنو المطلوب منه بالضبط شلون محتاج يفهم منك هذا الشخص عند طاقة عدم نضوج عدم فهم ما قادر يفهم احس ان يتعود على نوعية اخرى من الاشخاص لدرجة انه لما التقى فيك حسب الحب ولكن ما قدر يفهم شنو المطلوب منه كان يفكر نفسه انه هو يتصرف على احسن ما يرام اوكي تصرفاته حلوة تصرفاته مقبولة بس ما كان مستوعب تأثير وحقيقة تصرفاته عليك نوع من الانانية لما التقيت فيه اهني تجهيز قائمة الطلبات عزيز البرج الجديد هذا الانسان محتاج اتربيه في الحب اتعلمه ما اخذ فكرة غلط عن الحب ما اخذ فكرة غلط عن العلاقة محتاج اتربيه في الحب من جده جديد تبني معاه من جده جديد مثل الطفل الصغير اللي تونن علمه يعتمد على نفسه هذا الطاقة وان كان سنة كبير ما يخص بتقولني عمره ثلاثين أربعين خمسين في الحب ما عنده اي نوع من الفهم فهم الحب بطريقة غير صحية او العلاقة نفسها فانت هني على طول تدخلى توضح له مطلبات لا توضح له شنو المطلوب منه كيف يتصرف الشخص اللي يحب الخيارات ممكن كان عنده خيارات ثانية وكان وقتها رافض انه يقوم باختيارك انت او الطرف الثاني رافض انه يختار يريد ان يخلي الوضع معلق بينكم اوكي بس هذا في الماضي طلع من هذه الطاقة صار اكثر استعداداً لحد الان خطواتها غير وافقة ثابتة ولكن غير وافقة افهموا كلامي بدقة عنده ثبات هذا الطاقة ارض ولكن ما عنده ثقة لانه مش فاهم كيف لازم كأنما العلاقة كذا مرة ندخل في دوامة وتوقف عند نفس الحد ما تتطور اكثر تنتهي العلاقة اصير الزعل وهو يظل مو فاهم ليش صار هذا الشيء الطاقة او رح يحتاجك هذا الشخص في الفترة القادمة ان انت توضح له ما هو متوقع من الله من الله من الله اشتركوا في القناة